موسيقى الميزانية 2020 ويمكن حتى ميزانية تكملية سريعة في 2020 مع الثلاثي الأول. ما زالنا عارفوش. تنشوف الحكومة كتدخل شنوية تعمل. لكن اليوم في سؤال سياسي قبل. هل توضح نوعا ما المشهد البرلماني بهذا التصويت حكم معارضة تحالفة ممكنة. مؤشرات أولى جات كمان من التصويت هذا. هي أنا حزب رأي بعض مؤشرات أولية وفقط. متحركة من بعض. أي. تبقينا لو حتى كنشوف التسريحات متع بعض الأحزاب في المدة الأخيرة على موقفها من مشاركة في الحكومة من عدمه يوضح شوية اليوم فما معارضة بدأت تتشكل داخل المجلس خط معارضة يتشكل ولكن التحالفات هذه كانت تحكمها بعض ظروف أخرى لأنه مثلا الاتحاد دستوري الحر يعني تحالفه مع الطير الديمقراطي ولا مع حركة الشعب يعني في إطار جابة واحدة في المعارضة ما نتصورش لي هو حاجة ممكنة سياسيا في الوقت لكن التصويت قد يتقاطع لكن التصويت قد يتقاطع ولو هذا هو المهم في هذا المقاف والحاجات ينجموا يكونوا متوافقين في تصويت من نوع معين هذه معنات مسألة أولية هنا تندون تشكيل الحكومة اللي هو بضي يسر انتظر بارانتيز معنا ما ما فمناش عليش هل الأوصات الاقتصادية قلقة شوية لبطء تشكيل الحكومة بطبيعة الحال بطبيعة الحال لأنه الاستقرار السياسي عنده قيمة كبيرة يسر يعني في التسير دولي بالدولة ساعة باكوشي رأي نقولك أنا الإدارة التونسية اليوم نجم نقولك من جوان جولي اللي فيت معناتها من قبل الانتخابات في حالة تقريب في حالة شلل ثم من بعد وحالة باش ما قولوش شلل نقولو تململ من بعد زادة كيف كيف ثم عدة وزراء اليوم قدموا استقالتهم لأنهم ولو أعضاء مجلس نويب زادة كيف كيف عن عدة شغورات الحكومة معناتها وليت حكومة تصريف أعمال وحتى رئيس الحكومة ممشيش بشي قدم يعني بيان الحكومة على قانون المالية لسنة 2020 البايوردوفون اترانجي هم بيديم قاعدين قاعدين يستنعوا ووقتيش مش تتوضح المشهد السياسي وشكون الناس اللي مش تعاملوا معهم وبأي سياسات أي سياسات وبأي يعني تصورات وبأي خطاب زادة كيف كيف دونك لهنا معناتها من المهم جدا أنه نتعداول المرحلة هذه لغاية تحقيق الاستقرار السياسي لهذا المنشود واللي هو بلاش به ما ينجمش يكون مناخ الأعمال يعني في حالة سليمة باي وليد بن سالح اليوم عديد الأصوات ارتفعت باش تقول منذ المناقشة لميزانية تكملية 2019 وفي مناقشة لميزانية 2020 أنه خاصة في ميخص 2020 أنه الوثيقة وثيقة محاسبتي بلا روح وأنه كما معناها نعطيك وثيقة محاسبتية ما نعطيك شفاها روح سياسية وما نعطيك شفاها خيارات ونقول لك باي ده براسك هي الجمرة الخبيثة يتم تمريرها للي انتخبهم الشعب في 2019 وبره ده براسك ميزانية الدولة اليوم تبثل 38% بالاقتصاد ونعرفه للمعادل العالمي ما بين 18% وعشرين بالمية شنو كرقتك للرقم هذية 19 مليار كتلة أجور من الميزانية ب 47 مليار أكثر من ربع الميزانية بيش تمشي لتسديد الديون الخارجية شنو ليبقى للاستثمار وضعيتنا متعبة ليه هي الوضعية صعبة وضعية المالية العمومية صعبة حتى حتى لو كان خاطر ثم حتى السيد وزير المالية ديما يركز يقول لك احنا خفضنا في عجز الميزانية هي صحية تم تخفيض في عجز الميزانية ولكن يعني الكمبوزيشون دي بوجي والأرقام اللي كنت تحكي فيها بربي التخفيض في عجز الميزانية صار على حساب شنو على حساب شنو على خاطر فهم ما شكون يقول أنه التخفيض في العجز الميزانية صار على حساب التنمية مثلا صار على حساب الاستثمار صار على حساب أنه العجز صعيب أنها تدور أو كان نقص وفي العجز لكن بالنسبة للسياسات المالية العمومية والسياسات الجبائية منذ 2011 لليوم لم تخدم الاقتصاد الوطني بل بالعكس كانت معطل لحركة النمو ومعطل لخلق الثروة لأنه بنسبة ضغط جبائي مرتفعة جدا يعني احنا اليوم تقريبا في حدود 35% أعلى من المعدل هذا يشجع على التهرب الجبائي ويحرم الاقتصاد من الاستثمار لأن النسبة مرتفعة جدا مع العلم أن النسبة هذه مركزة على الناس اللي هي مستنسة تخلص الأجراء والمؤسسات اللي هي تتسمى منظمة على المستوى الجبائي ثم زادة من ناحية أخرى ما عندهش يعني نعطي مغير مرارة نتيجة معانتا جستما دانك ذيك عليش اليوم نقوله السياسة الجبائية اللي تم اعتمادها طيلة السنوات الفارتة غير عادلة لم تخدم غير عادلة على خطر أن نهز في حمل خطر أنا نحس روح ينهز في حمل امتاع الناس متهربة ولا نهز في حمل زادة كذلك لا هي تشجع على التهرب أصلا لأنه نسبة ضغط ب 35% قول لك أنا خليني نخدم في النوار معانتا هذا هو مع العلم أنه نعرف إدارة الجبائية ما عنديش الموين نسيسير بيش تراقبني وهذا هو اللي صايرتو في الوقت الحالي ومع استشراء الفساد مع يعني الحدود والتي مفتوحة للتغريب وغيره دانك بالنسبة لخرق القانون دانك هذي وثم السياسة الجبائية رأى وإحنا زادة مشينا في خطأ كبير يسر في السنوات الفارتة رأى ما يش انتاج نصوص رأى سياسة الجبائية هي تبسيط النصوص وتطبيقها على أرض الواقع هذا هو اللي بيه الفايدة اليوم ثم أكثر من 700 إجراء تم اعتماده 700 إجراء أي أكثر من 700 إجراء جبائي منذ 2012 لليوم برأى شوف شنو اللي قاعد يتطبق منه ومشنو اللي مش قاعد يتطبق ثم نلقاه برشة حاجات ماش مطبقة والأدهى والأمر ثم برشة إجراءات أصلاً المواطن التونسي ما يعرفيش إذيك عليش اليوم نقوله يزم التبسيط يزم التعرف بالإجراءات طو اليوم مثلاً عنا إجراء على الأعفاء متع الظبلة والخروبة تم اتخاذه في السنة الفرد في طرق قانون المالية الدليمتاع ويوفه في 30 ديسمبر يعني الناس اللي ما تخلطش في 31 ديسمبر ما عاش تنتفع بالإجراء هذي صارت عليه بروباقاندا يعني إعلامية واحد باش الناس تمشي حتى حد ما أسمع به لا وذي مش تنتفعوا به الجماعات المحلية يعني حاجة به حاجة به دونك لهنا ثم إجراءات تم اتخاذها لتشجيع الاستثمار لتشجيع خلق الشركات المؤسسات الجديدة يلزم التعريف بها وتبسيتها واستمالة الناس بش يعني دونك الدولة بيدها ما هيش قادرة على أنها حتى كيف تعمل حاجة به أنها تعرف بهم وأنه توصل المعلومة للناس اللي معنية بالآخر ثم في أخير نرجع لسؤالك من الوقت إذا كان الدولة تقططع 38% من ناتج الخام اللي هو يخلق القطاع الخاص برانسي بالمو قبل القطاع العمومي تقططع لغاية نفقات عمومية موجه 85% منها لنفقات التصرف وخدمة الدين العمومي هذه نسبة كبيرة جدا وغير متماشية مع النمو اللي قاعد تصير في البلاد اللي هو اليوم متعطل معنى كنا نحكيه على نسبة نمو في حدود 1.1% يعني نسبة نمو ضعيفة وضعيفة جدا تقدرش بتقططيك البلاد من اقتصادها المباشر وين بشتخلت معناه وين بشتخلت هذا هو والإشكال الكبير حتى بعض كنشوف الكمبوزيشون دي بوجي في حد ذاته شنو نلقاه نلقاه 40% يمشوا أجور ومن بعد 25% يمشوا خدمة الدين ما أنت عندك دور يبريك تجاه يأخذو لك في ثلثي الميزانية ما بين أجور وخدمة الدين العمومي يتزادوا من بعد الميزانية الدعم واللسنتر فنسيون سوسيال ويقعد يعني تقريب 15% للتنمية دونك لهنا نحن بعض ياسر على المنشور ليست بدولة استخمر الدولة ما تستثمرش والدولة اللي أنا نقول لك اليوم ما ولت هي تعطل في الاستثمار وقت اللي الدولة يعني ما تتخذش إجراءات جبائية تحفظ على الاستثمار ما تتخذش إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار اليوم أبرت رادي سمساكر را شوفوا المشاكل اللي فيه يعني وقت اللي الدولة زادة كيف كيف ما تخلصش للمزاودين متاحها وقت اللي الدولة ما تترجع المقاولين وحتى المزاودين العاديين لا فهموا حد واللي هما رام كلهم دي بي امو مع انت تنجم تقتلهم وقت اللي زادة الدولة ما تترجع لكش فائض الأداء متاعك وترسيلك انت تولي تجري ما بين البنوك بش تتحصل على قروض واللي هي فيها كلفة وقت اللي فلوسك عند الدولة ومترجمش تترجع دونك هذي زادة كيف كيف راهو يمثل ضغط بخليط الضغط الجي بي يمثل ضغط على التريزوري على المؤسسات وحتى على الأشخاص وتعطي الانتباع انها تلوج على موارد أكثر فأكثر ضريبة جديدة مثلا خلنا حكيو شوية على خطر ما زالنا تقريبا عشر دقائق بشنا فمو شوية كالكم الجغفاء موجودين في المشروع وفي الميزانية ضريبة جديدة على مبيعات تطبيقات الإعلامية والخدمات الإنترات حتى حد ما فهمها حتى حد ما فهمها معنى هي ضريبة على شنو معنى ضريبة على الناس اللي تخدم في تونس مع المركات العالمية هذه الجغفاء وإلا هي ضريبة على الخدمات ما فهمنياش ولاي أنا بدي حاولت نفهم شوف من ناحية المنهجية هذي الأشكال متاع الفصول هذوما اللي يخلتونا في الالة الدرنية نحن نعملوا فصول ونحضروها على بكري وندرسوها وشوف تخرج الناشية منها حاجة ما هيش متوافقة مع الواقع الاقتصادي وحتى مع الليجيستيك على المستوى القانوني أنا نتصور أنه المقترح هذي تم يعني التقدم به على أساس اللي يتعدى في فرنسا وقاعد يتحضرتوه في الكندا كيف كيف عملوا عملوا تاكس ولي غفا تاكس غفا عبر الانترنت لا مش كان باي بال أنتي اليوم أكتعمل ريزيرفاسيون بتاوطيل على بوكينج إذي كخدمة مزدادة على الانترنت كتشري جريدة من برة ولا تعمل أبونمون في جورنال الإلكترونيك لكن إذا كان موجود هو على أرض الوطن نجم تاخذ من الأرض 30% لا إذي أنتي معتها غضوة مش تمشي تفرض على السوسيتي نون ريزيدانت هذي يتقل إجا ديكلاري في دونس كل تريميستر ديكلاري لشيفر دفقير وقديش أي قديش توانسا ريزيدان وقدينا من 3% شوف أنا لا برشة تعرفش عليش لأنه من اللي استغربت لو أنا بخلاف يعني أنه الصياغة ركيكة ونتصورها غير قبل للتطبيق ولكن أنه المقترح هذي يتقدمت به كتلة قلب تونس إحنا رئيس قلب تونس المرشح للرئاسة قال لك أنا مش نعمل سفير للقفاء ونحب نحل البايبال ونحب نحل الشباب بيش يعمل التطبيقات الأعليمية لغير ذلك ثم بعد يجي تعمل أتوى من نوع هذي يعني نولي أنا جمي بوز دي كيس يوم الحقيقة إعفاء أصحاب الدخل السنوي اللي أقل من 5000 دينار من ضريبة الواحد في المية هذي يعني إجراء إيجابي جدا لأنه الفئة الهشة هذية مع أنت هي وديجال واحد في المية كي تعملت من الأول حقها تم استثناء الفئة هذية لأقل من 5000 دينار من الأول أننا نعتبرها حاجة به مع العلم أنه كتلة النهضة اللي هي صوتت على الكونتريبيشون هذية في 2018 هي بنفسها متقدمة بالمقترح مع أنت بشتشوف ما كيفيش الارتجالية هذية كي تنحط الروسات هذية تعاوضت بروسات أخرى الكونتريبيشون سوسيال نفس الكونتريبيشون سوسيال مش تزيد بالنسبة للبنوك وبالنسبة لشركات التأمين مقترح يجب العام بطار ديمقاط أي مش تزيد بنقطين دونك اللي كانت واحد في المئة مش تولي لهم ثلاثة في المئة ثلاثة في المئة وبالنسبة للشركات الأخرى اللي هي خاضع للضريبة على الشركات بنسبة 35 في المئة مش تزيد لهم واحد دونك مش تولي الكونتريبيشون ثنين في المئة في عوض واحد في المئة واللي هما السوسيتي طولي 2 في المئة في عوض واحد في المئة عفاء عمليات تحويل الأموال المنجرات من المواطنين تونسي المقيمين بالخارج في جميع معالم التحويل هذا حاجة باهي حاجة باهي للتوينسا هذي إن شاء الله تشجع التوينسا بش يقوموا بتحويلات بما بلغ أعلى من النبو اللي قادر لأن وراه شوف اللي يخذوا فيهم البنوك على التحويلات الجاية من الخارج معناتها من واحد ونصف في المئة حتى يوصلوا ساعات في بعض الأحيان الستة وسبعة في المئة مبلغ كبير مع هذا تعمل فيرمان تعملوا رو يتقصوا لك كارونة ولا سنكونة رو مبلغ كبير دونك إذي الإجراء يمكن يشجع أنه التحويلات تكون بأكثر أهمية من ثم بربي اللي أسكن تسمح ثم إجراء ما تحكيش عليه برشا ولكن هو نعتبره يعني هام حتى بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين هو كانت تذكر في إطار قانون مليا سنة 2018 تم الترفيع بسيومجوراسيون تسعين في المئة على المعاليم الديوانية اللي جاية على المنتوجات التركية اي صحيح والإجراء هذية تم تحديدوا وقتها في الزمن على أساس يتطبق عامين دونك 2018 وال2019 تمديد في تطبيق المعاليم الديوانية المواصفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي بسنتين إضافياتين مش تزادوا عامين أخرين دونك مش يتم يعني المواصلة بنفس المجوراسيون هذية متع تسعين في المئة في 2020 وفي 2021 ومن بعد على ثلاثة سنين تبدأ تنقص تدريجيا كل عام ثلاثين في المئة وليد بن صالح أنت كنت واضح معايا ما اللي تقبلنا أول مرة هنا في ميديشوت قولي الزيادة في المحروقات جاية جاية بالنسبة لك هذي أنا حتى استمعت البارح لبعض المداخلات لبعض النواب هما بنفسهم معدها في مسائلتهم السيد وزير المالية يعني إذن كنفيرمي سا تنجم تكون في الزيادة في المحروقات سواء في الليسانس على بامب وإلا في الطريف دول الإلكتريسيتي دول غاز من بعد تنجم تكون مقسمة معدها نستثنيوا مثلا المواطنين العاديين وإلا نركزوا على بعض اللقطاعات دولنا أخرى إلى غير ذلك هذي كموضوع آخر ولكن من ناحية المبدأ باش نجم نعبيوا الموارد الكافية لميزانية دعم المحروقات فما زيادات متوقعة في قانون المالية لسنة 2020 شكرا لك برك الله وفيك سي وليد بن صالح جزء للإقتراح من عند قلب تونس ليسا من النهضة مقترح عفاذا ويددخل الأقل من 5 ألف دينار من ضريبة الواحد بالمئة كانت اقترحت الناهضة هي اقترحت الواحد في المئة في 2018 وطوى اقترحت الحاتم المليك يقول أنه المقترح يجي من عند قلب تونس موخ الهدرة مرحبا بيك ما فهمها التوافقات جاي من عند الناس جاي من عند المجل جاي من عند التوافقات يا الله شكرا لك وليد بن صالح مهو إلا موعد أول مع الميزانية على المن البعض يقول فما ميزانية تكميلية سريعة جي مع بداية 2020 من عند حكومة جديدة عشر ثوين عشر ثوين فما إجراء يخص شطب فوائد التأخير بالنسبة للديون على معصر زيت الزيتون ومصدري زيت الزيتون وهو إجراء هام خليه على الأقل هرسابة البهية نستغلوها كومي الفو